احبابي اليوم يسعدني اقلبكم مسائكم يا رب من المانيا من الشاف ابو احمد كلها هونطريقة كلها بيعملها عكيفو ان شاء الله تعجبكم اليوم طريقة طريقة هي الهامبرجر السامون السامون الهامبرجر اليوم هين نعمل العجيني تبعتو هيني بسيطة وخفيفة كلها بيعملها عزاقو اه اه انا هعمل 3 قواب كوبين ونجعوا يحمل الكوب اللي هحطوه ننزلو الهون وهذا هون اول كوب اللي هايجي هون نزله ونخلوه وهذا الكوب التاني هلا بنخلوه واذا اعجبتكم الصفحة صفحة التانية اللي اولي سكر تابعوني التاني بتمنى تدعمو ليها وهندي كتير فيديوات اللي هننزلها هننزل قصة صورت معي اذا كل ما دعمتوني صفحة وعلقته وشائروا لايك وضقته الجرس وقلب قال لكم طي فضلا لأمرا اللي هححكي القصة كلها وتابع معي لحطا خلطة العجينة الهامبرجر هنا هيك بنخلو عشان يطلع الشوغبات يطلع الاندوار ما 20 quyلي Oczywiście هذه كباية الثالثة انادي اللTE اللجدة هناك اضطته ونصر الاندوار نخلو funny ali, why�ة الاندوار هذه الخميرة اضط حقابة الحليب !!! ملاحظة زيتون مب нужم ازيتون لا نضج زيتون و nice خمسه متع حالي لأقلmi ونزله بسم الله بارك الله اكيد يجب ان يكون بحرارة الغرفة كلها بحرارة الغرفة اكيد نحط ملعتين سكة ملعتين ملعتين اكيد الملعتين اخر هل نحط شوفها رجيكم كيف تابعونا الحليب يجب ان يكون فاتر بحرارة الغرفة لا ما شاء الله بارك الله هكذا ببيتان انه هنا نعملوا مكس بسم الله انا ممو وبعدهم نحرقهم شينيصوروا هيك رخوين ويصوروا هيك مثل الماء مثل الشاربة ونحطن نصف ساعة مريحة نحط طحين فوقهم ونحسكرهم بالنيلو وهيك خليتين يصور رخوين نتركهم نصف ساعة على الساعتين حسب وبعدين منحط البقاء الجفات الملح بباكب باودر وطحين والسمنة ونشوف اجام مريحة كمان خلينا معكم للاخير تابعونا هلا هي بعد ساعة وشوية رجحنون ما شاء الله بارك الله هاك خمره ما شاء الله هاك خمره ونحط لهم نبقى طحين هده نحط البقاء طحين بعدين نحط البقاء باودر هلا وطلع كده الملح وبعد كل شيء بعد الخميرة ما شاء الله بعدين نحط السمنة اخر ناخد من هذه السمنة شوية ها نقول بسم الله منحطه ها مندعاك اشان نكون وخفيفة وحلوة وهيك وكيوت في الفيديو بطخمة العجينة سينا تاخد بقوة وغير شكل اتمنى يعجبكم الفيديو تدعمونا ان شاء الله نعجبكم العجينة ونريحها كمان ساعتين بعدين بنعملها دوير فارجيكم معنا هلا بعدين شوفكم الحالات التارية ومشاء الله وبرك الله هادي نهايته نحن نريحها ساعتين السلام عليكم